منضم إلينا من الرياض الأستاذ فرحان حسن أشمري عضو جمعية الاقتصاد السعودي أهلا وسهلا بك سيدي على شاشتنا وطبعا من المهم جدا أن نتحدث عن الدور المهم الذي تلعبه دول مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي بالذات أن السعودية من الدول ربما التي تسعى الآن لأن تكون عضوا في هذا التحالف حياة كلها ومساعدة خير للجميع وشكرا أستاذ أستاذ دينا طبعا مثل ما ذكر تغريركم وذكر موفدكم في جهانسبيرغ هناك أكثر من أربعين دولة ستحضر أكثر من كثير من الجمعيات راح تكون موجودة وهذا يعكس أهمية الغمة وأهمية المجموعة هذه أنا باختصار سميتها ثلاثين أربعين هي ما أخذها أربعين بالمئة من السكان وثلاثين بالمئة من الجغرافيا أيضا فهذا يعطيها أهمية عندها مثل ما ذكرت وكل الأرقام أنها السكان وعندك الناتق العالمي فهذه كلها تبين أهمية دول البريكس أو مجموعة البريكس بالإضافة أنها صراحة في رأي الشخص يتشكل خيار يعني خيار لنظام عالمي قد يكون طبعا في بعض التغارير تشير أنها في عام 2050 راح تكون تتبلور كقوة اقتصادية ثانية فهذه من ضمن الأمور التي تنظر لها الدول وتنظر للتقدم السريع مثل ما قلت هي في تنافس غير مباشر مع الدول السابع وحقق التقدم معخرا فهذا مؤشر إيجابي لهم طبعا وبخصوص المملكة ومصر والدول العربية فالانضمام لها شيء طيب من ناحية أنها مثل ما قلنا إذا تكلمنا مثلا عن المملكة عندنا طبعا نمشي في خطة عشرين ورية عشرين وثلاثين فأساس الخطة أن نوجد بدائل للنظر فالبدائل هذه تعني منتجات تعني أنك محتاج أسواق جديدة الأسواق هذه طبعا موجودين نحن فيها بس أيضا يطمع الواحد أن يكون فيه تسهيلات أكثر فيه استثمارات أكبر خصوصا بالاقتصادات هذه حتى إذا تكلمنا مثلا عن العمنة الغذائي وعن الملف الغذائي عندك روسيا مثلا هي الأولى في الغامح وعندها غاز وعندها نفط أيضا الهند الأولى في إنتاج الأرز عندك في الصين بالإضافة لإقتصادها الغوي وميزانياتها عندها أيضا تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي هي مطلوبة حاليا الصين تعتبر الأولى على مستوى العالم في الطاقة النظيفة فهذه كلها أمور تحتاجها الدول وتحتاجها كمرحلة في تطويرها وعندهم مشاريع أيضا ضخمة مشروع الحرير مبادرة الحرير والطريقة طبعا التي أطلقتها الصين لكن تبقى السعودية رقم مهم في أي معادلة اقتصادية يعني السعودية بالفعل عضو في مجموعة العشرين وهذا تكتل اقتصادي لا يستهان به وهي يعني ستكون إضافة كبيرة لأي تكتل اقتصادي في العالم السؤال هو ما الذي يعني كيف ستفيد السعودية دول البريكس على المستويين الاقتصادي والسياسي خاصة مع الظروف الصعبة والمتوترة التي يمر بها العالم حاليا طبعا إضافة السعودية الدول البريكس راح يحقق تغريبا 84% من طاقة النفط راح تكون مع مشاركة الدول هذي فراح يكون البريكس يتحكم أو أنها تكون الدول عندها بحدود 48% من الطاقة النفطية طبعا المملكة يعني سياستها جدا يعني حكيمة ومتوازنة في ظل يعني أنها تخدم أهدافها فهذا التجمع الاقتصادي مفيد جدا مثل ما قلت للمملكة أنها تسوق في أسواق راح تكون مفتوحة في تسهيلات المملكة أصلا عندها مشروعات هي خاصة فيها للتنمية وللأمور هذه وهي على ذكره أضو في بنك التنمية الجديد اللي هو تبا بريكس كماصر والإمارات هو فتح أسواق بالنسبة للشعودية لكن كنت أتحدث أيضا عن الثقل الذي ستضيفه السعودية حال انضمامها إلى المعادلة السياسية ربما عالميا والله مثل ما ذكرت التي استردنا أن السعودية سياستها متوازنة والنظرة الأولى نظرة لمصالح والمجموعة هذه أساسا اقتصادية يعني وأن كانت فيها بعض الأمور الجيوسياسية بس أساسا هو الاقتصاد والمملكة عندها رؤيتها مثل ما جلس فتمشي في اتجاه واحد واتجاه واضح في تحقيق مصالحها نعم وسياستها طبعا مثل ما أنتم شايفين سياستها يعني متوازنة مع الجميع وتحاول تحقيق مصالحها وتشارك الناس في مصالحها فهذه تغريبا السياسة الواضحة للمملكة أرجو أن تبقى معنا أستاذ فرحان ينضم إلينا من القزائر الدكتور أحمد طرطار الخبير الاقتصادي أهلا وسهلا بك دكتور وطبعا نسبة مساهمة البريكس في الاقتصاد العالمي تتجاوز الواحد والثلاثين بالمئة هي طبعا تشكل مجموعة مهمة جدا الجزائر أيضا من الدول التي تسعى للانضمام إلى بريكس لنتحدث عن هذا الموضوع وما توقعاتكم بالنسبة لانضمام الجزائر في أقرب فرصة للتحالف مرحبا بك السلام مرحبا بإذن الفرام مرحبا بمشاهدك هو بلحث أن هذا الشيقين الإيجابي الذي تتوفر عليه مجموعة البريكس والذي من خلال تختار مجموعة دول جديدة تقريبا حوالي 22 تطلب الانضمام ومن بينها السعودية والإيجاب أعتقد أنه كما أشرف جريب بالنسبة للعودية هو أيضا ينطبق على الإيجاب فالإيجاب هي نحن نقول أول دولة إفريقية لحيث جفتها في إفريقيا لها اقتصاد وعد لها قدرات وإنتنات مجموعة الجانب على الإيجابي هو صوت غير واضح سنحاول إصلاح هذا الأمر الدكتور أحمد ترطار ونعود مرة أخرى لأستاذ فرحان الشمري من رياض أستاذ فرحان طبعا هناك حديث عن يعني التعامل ما بين دول مجموعة البريكس بعملاتهم المحلية أو حتى إصدار عملة موحدة للمجموعة في ظل محاولات كثيرة من دول عديدة لمواجهة هيمنة الدولار ما هي أفكارك بخصوص هذا الموضوع والله إصدار عملة يكون صريحين مسألة صعبة صراحة يعني الآن الاتجاه للعملة الإلكترونية فيه اتجاه وفيه يعني أوردي نتقولين أنه تنفذ هذا المسألة فالاتجاه للعملة الإلكترونية أيضا مما ذكرت التغارير أنه عندهم يعني يعني إشكالية في مكان أنه لازم يكون هناك في بنك مركز وهم يبقون يعتمدون على الذهب فيه فأين يكون هذا فيقول فيه اختلافات فيه منذ الصين فيه أيضا عفوا اللي هي مثل ما قلنا وين يكون مكانه أيضا احتياطات من الذهب هتكون متوفرة فأفضل أنهم يتجهون الاتجاه الموجود اللي هو العملة مثل ما قلنا اللي هو العملة الإلكترونية أيضا مثل ما ذكر البنك الدولي أنه تقريبا المعاملات 42% من المعاملات طبعا بالدولار 32% من المعاملات التجارية عالميا حاليا 32% باليورو 2% بس هو اليوان الصيني اللي ياخذ المساحة ف يعني حتى إذا أرادوا فهذه المسألة رح تاخذ وقت ومثل ما قلت فيه فيه اشكاليات إجرائية أين مكان البنك كم تجميع رصيد من الذهب والأمور هذه فأفضل أنهم يعني رح يشخص أنهم يتجاوزون هذه المسألة نعم للعملة الإلكترونية اللي بدت هي الآن تنتشر وتاخذ موقعها أعود بنفس الإطار لضيفنا من الجزائر الدكتور أحمد طرطار برأيك برأيك إلى أي مدى يمكن أن يفعل هذا التحالف الاستخدام الأكبر للعملات المحلية لدول المجموعة طيب نحن فقدنا الاتصال مرة أخرى مع الدكتور أحمد طرطار الخبير الاقتصادي من الجزائر أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وشكر موصول أيضا لضيفنا من رياض الأستاذة فرحان الشمري الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك